نستهل بالوضع في المغرب حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب قررت إغلاقها في وجه العموم ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى إشعار آخر وأكد بلاغنا للوزارة أن هذا القرار لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيش اليومي للمواطنين وأكد المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل بلاغ الداخلية أضاف أن قرار الإغلاق يأتي في إطار التدابير الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد من منطلق الحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات وأهابت الوزارة بعموم المواطنين الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخدة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي ترجمة نانسي قنقر